هذا وقت فقد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي مصنع شركة فيفو للهواتف الذكية بالعشر من رمضان وخلال تفاقده للمصنع أكد مدبولي اهتمام الدولة بتعزيز التواصل مع المصنعين من الشركات العالمية وتقديم الدعم اللازم لتنفيذ خططهم التوسعية بمصر خاصة الموجهة للتصدير بشيرا إلى أن هذه الزيارة تأتي في إطار توجه الدولة نحو التوسع في جذب كبرى الشركات العالمية للتصنيع في مصر بقيمة مضافة محلية وعالية